طيب خلينا نتكلم بقى عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم مباراة مهمة ما بين متصدر الدوري العام المصري وثالث الدوري العام المصري عموما خلينا قبل ما نتكلم عن طاقم التحكيم يا كابتن ناصر خلينا نطلع نشوف تقارير عن طاقم التحكيم الأول ونرجع ناخد رأي حضرتك زي ما قلتنا في المباراة خلينا نطلع نشوف هذا التقارير عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك صافرة جديدة تنضم لقائمة الحكام الأجانب في مباريات القمة بين الأهل والزمالك حيث أسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إدارة مباراة الغريمين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة دور الممتاز لطاقم تحكيم من لتوانيا بقيادة ماسيكا حكم للساحة ماسيكا أو ماجيكا الذي يعد أحد حكام النخبة في أوروبا من موليد الرابعة والعشرين من مارس عام ثمانية وسبعين في كاوناس بدولة لتوانيا ظهر للمرة الأولى في الدور اللتوانية الممتاز يوم السادس عشر من إبريل عام الفين وخمسة حصل على الشارة الدولية منذ عام الفين وسبعة أدار ماسيكا مائتين وخمسة واربعين مباراة خلال مشوار التحكمي في مختلف البطولات المحلية والدولية أخرج خلالها تسعمائة وتسع واربعين بطاقة صفراء وستان وثلاثين بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوين وسبعة وعشرين طردا مباشرا احتسب خلال مشواره ستان وستين ركلة جزاء على المستوى العربي ظهر ماسيكا في مباراة وحيدة في الدور السعودي للمحترفين جمعت بين النصر والاتفاق يوم الأول من يناير عام الفين وسبعة عشر انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين كما أدار ثلاثين مباراة في الدور الأوروبي شهدت إخراجه لمئة وعشر بطاقات صفراء بالإضافة إلى ثلاث مباراة في دور أبطال يوروبا من أبرزها مباراة بايرلي فيركوزين وموناكو عام الفين وستة عشر مباراة منشستر يونايتد وبين فيكا عام الفين وسبعة عشر آخر مباراة أدارها في تشامبيونز ليج كانت عام الفين وثمانية عشر بين بروسيا دورتموند وكلوب بروش في ألمانيا انتهت بالتعادل السلبي كما أدار مباراة نهائية وحيدة في مشواره التحكمي كانت عام الفين وتسعة عشر كأس السوبر بدولة لتوانيا على مستوى المنتخبة ظهر الحكم اللتواني في ست مباريات في التصريات المؤهلة لنهائيات كأس العالم خلال الموسم الحالي قادى ماسيكا تسع مواجهات منهم مباراتين فقط في الدور المحلي مباراة واحدة دولية بالإضافة لست مباريات على المستوى القري أهلاً وسلام بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين كابتن ناصر تقم التحكم من لتوانيا كابتن التحدي الفريقية عنده حاجة مهمة جداً مصنف الحكام للإليت A والإليت B كابتن سلام تاني بقول عشان بس السادر المشاهدين يبقوا يعني عارفين الكلام كويس التحدي الفريقية عنده الإليت A كابتن ناصر الإليت B اللي هو بيبقى عنده الإمكانية يروح يكسل عالم عنده إمكانية يحكم البطوط أمة أفريقية عنده إمكانية ياخد المبارات الكبيرة في دور الأبطال الإليت B بيتم إسناد لي المبارات في الكنفترالية الإفريقية نفس الشيء في الاتحاد الأوروبي هو هنا مش في النغبة يعني اللي قال إنه هو في النغبة هو مش في النغبة عندنا النغبة هنا اللي هم اللاربين حكم هو مش موجود فيه ومكانت من إسلام هو مش موجود في اللاربين حكم اللي هم حكام النغبة ولكن هم عندهم تصنيف تاني بيقولوا عليه اللي هو برضا الإليت A في عندنا في أوروبا الإليت والإليت A هو موجود في الإليت A يعني أكتر المبارات اللي هو بيتم إسنادها لي في دور الاتحاد الأوروبي صعب أنه هو يحكم في دور الأبطال لأنه زي ما قلت حياتك بيبقى فيه حكام هما مختارينهم لتقييمهم أعلى بكتير جدا منه اللي هما بيدروا مورات دور الأبطال أو بيدروا في البطولات اللي هي الأوروبية ولكن خلينا نتكلم هو واحد ربين سنة يعني زي ما قلت حياتك مش مصنف من ضمن النخبة الأوروبية النهاردة هو عنده صعوبة في المورا أعتقد عنده خلفية عن الموراة الأولى وبالتالي مفترض النهاردة اختبارك حيبقى سهل أسهل من الأولاني يعني أنت النهاردة عندك لما تبقى أنت شايف موراة وفي أحداث وفي أسلوب لعب شفتها أكيد اسمعت عنها أكيد فأنت النهاردة فرصتك أفضل بكتير من اللي سبقك اللي هو الحكم اللي هو المؤين لو أنا مازلت أقولي أنه هو حكم متواضع جدا 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 كان سبب في دير فيه أن الموراة وصلت لهذا الشكل تمنى النهاردة من طاكم التحكيم أولا زي ما قلت حياتك هو عنده فرصة شاف المباراة شاف الأداء اللاعبين شاف طرق اللعب النهاردة تمنى النهاردة يحكم سيطرته على المباراة من البداية لا يسمح أبدا بيه اللعب اللي فيه عنف يطبق القانون طبقا ليه التهور أو الإهمال أو استخدام قوة زايدة أيضا يا كابتن إسلام فيه حاكم مهمة جدا زي ما قلت إحنا بنجيب الحاكم الأوروبي عشان حكامنا الصغرين يبتدوا يشوفوه حكامنا الصغير يبتدوا يتتعلم عشان نجيب حاكم من الأوروبا والحاكم ما بيعرفش يتحرك الحاكم بتصدم به الكرة أكتر من المرة طبقا أنا النهاردة لما يكون عندي حاكم مصري بيحصل الكلام ده معه أنا بجيبه في المحاضرات وأبضل يعني أكلمه وبأكلمه وديه النصيحة أنه هو مفروض يتحرك بشكل كويس حاكم الأوروبي مفترض أنه هو جاي جاهز يعني يعرف إزاي إزاي تحرك في المرة يعني يعرف إزاي بيعنده كراءة لأسلوب لعب الفريقين يعرف إزاي يستخدم عنصر السرعة لأن عنصر أحيانا في المباراة بمفيد جدا جدا يخليك تقدر أنك أنت تقطع مسافة من التلت الدفاعي في حالات الهجوم المعاكس أنك أنت توصل بسرعة للتلت الهجوم عاوزين نتفارج النهاردة عليه طبعا مش نحكم عليه إلا بعد المباراة ولكن هو فرصته أفضل نفس علامات الاستفاهم آه علامات الاستفاهم بس هو عنده فرصة كابتل الإسلام أفضل بكتير جدا لأنه هو شاف الحكم اللي قابلي وشاف المباراة اللي قابليها وشاف أسلوب لعب الفريقين تمنى النهاردة أنه هو قدي ويخلي فيه متعة للمشاهد يعني تدخلش كتير في القرارات خلي دايما اللعب يتواصل يستمر عشان المشاهدين أن السلام تعمل المباراة